اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي وقت بسيط جدا حبنا بعض وتجوزنا وبعد فترة بقى معنا طفلين ولد وبنت في نفس الموابلة الصحفية دي بيكون موجودة ايمي برضو وكملت القصة من مكان ما وقف ديف وقالت بعد حوالي عشر سنين من الجواز علاقتنا بدأت تتغطر بساو ظروف شغلنا وضغوط الحياة وعشان كده قررنا الانفصال وما اننا انفصلنا قررت رجع تاني بلدي اللي تولدت فيها اللي هي نبريسكا نرجع تاني ديف اللي كمل الكلام وقال لما امي اخدت الولاد ومشت على بلدها انا كمان قررت اروح عايش معهم هناك اولا عشان ابقى جانب ولادي وسانيا انا مريش حد هنا وبالفعل ديف وصل لنبريسكا وعاش في بيت لوحده وكمان اشتغل في نفس مهنته هناك وبسبب وحدته القاتلة ديف لجاء لموقع تعرف على الانترنت زي الدي تنجاب وكده يعني وكتب انه محتاج علاقة سطحية يعني لحب لجواز ولا التزام بأي حاجة بمعنى صح وعايز حد يمنى الفراغ والوحدة اللي هو عايش فيه بص نحظه لها ست ابلب شروطه الغريبة دي والست دي اسمها ليزا واما ديف دخل الاكاونت بتاعها شاف وقرأ معلومات كتير عنها زي انها بتحب الحيوانات والرياضة وافلام الخيال العلمي وقال احنا بيننا حاجات مشتركة كتير فعلا حتى هي عندها طفلين منفصلة زي كمان وسريعا كده حددوا موعد وتقابله وبقى كل الليلة يخرجوا ويصهروا في الحالات ومقضيينها رأس وتنطيد وحاجة اخر مصخرة صح برغم كده بعد فترة الاتنين انفصلوا عن بعض لان زي ما احنا عارفين هم علاقتهم مش جدية هم مجرد بس ايه بهم الفراغ اللي هم حاسين بيه حاليا بقى بنشوف ديف في الشغل وجاءت ستة جميلة جدا اسمها كاري عشان تصلاح ربيتها عنده ديف بيقول لانا عجبت بها جدا ولكن ما اتكلمتش معها في حاجة وبعد كم يوم دخلت موقع التعارف عشان اشوف ستة جديدة قضي معها وات رطيف والغريبة العجيبة اني لقيت اككون تكاريف واشي فدخلت كلمتها وقلت لها انا عارفك قلت لها انا كمان عرفيك وبعد درتشاء كتير ديف قال لها انا بضوع على علاقة سطحية من ودر حب ولا جواز فكاري وفت على طول لانها بتفتش عن نوع جمن العلاقات هي كمان سريعا كده الحلوين الجمال نزلوا تقابلوا الاول مرة كاري اتكلمت شوية عن حياتها وقلت لها انا بشتغل في البرمجة وبحب السفر ومغامراته كده وقلت لها انا عندي ابن واحد وفرجته على صوره طبعا المقابلات بينهم اتكررت كذا وره وفي يوم ديف عزم كاري عنده في البيت اول ما اصله اتفاجئ ان ليزا بتخبط على الباب واما ديف فتح لها قلت لها انا نسيت شوية حاجة تخصني عندك وجاء اخدها وتا كاري تحرجت جدا وقررت تمشي وعند البوابة قبلت ليزا والاتنين بصوا البعض بس ليزا بسط لها بقارة في كده بعدين كاري مشت وليزا داخلت شائد ديف تاخد حاجتها وبعد اما ليزا مشت ديف كلم كاري اعتذر لها وقال لا اعوز اشوفك حالا قلت له انا خلاص وصلت البيت تعال انت عندي وبالفهلة صديقي ديف اخب بعض وروح لها على طول وللعلم البيت ده بيكون في كاري جنب المدينة اللي عايش فيها وبعد اما الامور استقرب بينهم ديف بيقول لنا ان شغل كاري كان على بعد 3 شوارع من بيته عشان كده نقلت حياتها عنده في الشقة وكانوا مستين جدا وفي يوم بيقولوا ان هو واساب كان نايمة وراح الشغل وبيقولوا وانا في الشغل جات لي رسالة من كاري بتقول لي انا بحبك قوي واتمنى اننا نتجوز ونكمل حياتنا سوا وبرغم ان انا كمان تعودت على وجودها ولكن ما كنتش مستعد للخطوة دي فبعتت لها رسالة وقلت لها انا كنت واضح معك من الاول وقلت لك انا مش بتاعك قويس وبس يا صاحب انا بعتت الرسالة من هنا وكاري ما سحب بقرامة الارض من هنا وبعتت لي رسالة كتيرة جدا كلها كلام سيئ جدا وبعدما خلصت الشغل رجعت البيت بلقيتش كاري حتى اخذت كل حاجة خصام البيت وده اللي كان متوقع يعني طبعا انا زعلت جدا ان رجعت للاقوية دا من تاني بس حاولت تعايش مع الوضع بمتغرضة ولكن يا صديقي الموضوع لمنتهاش لحد هنا لا ده كاري فضلة مستمرة في ارسال الرسالة لديف عبارة عن كلام سيئ وبتهددوا انها تدمر حياته زي ما هو دمر حياتها وكسر قلبها وفرحتها على الان بقى بنشوف السيبت نانسي والد كاري وهي بتحكي للصحافة عن كاري ولد لهم بنت كات لطيفة جميلة سنع علاقتها بديف حكيتلي انها تعرفت على شخص جديد ولكن ما قالتش تفاصيل فجأة ما بقيتش ترجع البيت لانها كانت عايشة مع ديف ولكن كانت بتكلمني كل يوم عشان تطمن على ابنها بس فجأة كده ما بقيتش تكلمني خالص واغبارها تقطعت تماما تماما عشان كده بلغت الشرطة ان كاري مختفية وبالفعل شفنا اتنين محاققين من الشرطة راحوا للديف الشغط وسألوه عن كاري لانه مشاكين فيه لايكون هو سبب في اختفاءه قال لهم احنا انفصلنا من فترة ولكن بدييني برسائل سيئة كده وتهديد وكلام من ده ودى لهم التليفون يشوفوا الرسائل بنفسه وانا نجعت اني بقى لنانسيه اني قالت اني بعد ما بلغت الشرطة لقيت كاري تواصلت معايا عمي الايميل بتاعها وقالت لانا مش مختفية ولا حاجة انا بس عاوزة ابعد عن البيت فترة اريئة حصابي وفضلت تتواصل معايا فترة وتدريجيا كده ما بقتش تبعتلي رسائل وانقطعت اغبارها من تاني الان بقى بتشوف ديف اللي بدأ يحكي لنا تفاصيل تانية بدأ بتحصل وقال انا كنت بقالي فترة كبيرة ما اعرفش حالي عن ليزة وفي يوم كده جاءت للبيت وقالت لان فيه شخص جناحها عربية بتاعت وكمان كاري بعت لها رسائل تهديد وبتقول لها انت لست شفت حاجة طول ما انت غريبة من ديف انا مش هسيبك في حالك يعني كده جنون كاري وغيرتها من ليزة وصلتها انها تيزيه طبعا ديف خاف جدا عاليزة واخدها تبات عنده الليلة دي وقتها كاري بعتت له رسالة وقالت له اصبر عليها اتي ايه الجاي وبنشوف ديف خاف وليك جدا من تهديدها ده بنروح بقى بعدها لمحايا كريس وقال ان ديف جاي اللي اسم يبلغ في اواخر سنة 2012 وبعد اما قرأنا الرسالة اللي تبعتت له كلها ادركنا ان الموضوع كله عبارة عن غير ستاته امترضى عشان تخليل جعلها وبس كده بس يا صديقي الموضوع بدأ يزيد عن حده بنشوف كاري بقى تبعت لديف الاف رسالة من ارقام مختلفة وكمان ايميلاد فيك كلها رسالة تحديد وكلام سيء برضو وكمان كلها ما يبقى متواجد في مكان تبعت له تقوله انت قاعدت في المكان ده دلوقتي وانا شايفاك عرفيا ضمرت له عصابه وشتتته بمعنى الكلمة في يوم كده واثناء وجود ديف في البيت كاري بعتت له رسالة وقاعدت له انا ساكنة جنبك بعد منك كان بتلات عمرات في شقر رقم 12 فسريعا كاري ديف نزل واهتجه ناحة العمارة اللي قاعدت له عليه ولكن ملقاش اتناشر وطلح انها بتلعب على عصابه اكتر زي ما احنا عارف موضوع ما وقفش الحد دي انا صديقي ده بدأ ايز دات سوء كاري بعتت لديف الصور من بيت ليزا وده معناه انها اقتحمت بيته عليها ان بقى ديف قرر ياخد ليز تعيش معاه في البيت لان حياتها بقت خطر بسببه ابو معنى صح بسبب المجنونة اللي كان على علاقة بيها وبرضو كاري في وضة طريدهم بلسائل المزعجة بتاعتها وان كاري قطعت ودوم ليزا بالسكينة وكتبت على اقدار القوضة كلام سيئ جدا نروح بعدها بقى لمحاايا كاريس وقال بعد الاحداث المرعبة دي كان لازم اخد خطوة في القضية وقابض على كاري بس بمشكلة ان كاري مختفيه اصلا اجد حال والاسف فضل الحلقة على كده لمدة سنة كاري تبعت رسالة التهديد وديف حياته تشتت طبازت وليزا طول الوقت خايف حد لما فيهم كده كاري دخل ببيت ليزا وحرقته بيل كامل وما الخبر وصل لديف رح لها بسرعة عشان اطمن عليها ولقاها هي او اولادها بخير ولكن ان حيوانات بتاعتها ماتت كلها واتقوصلت الشرطة وكريس حقا مع ليزا طبعا ليز اتهم الكاري انه اللي عملت كده بسبب غيرتها على ديف وزي ما احنا عارفين الشرطة ما يدرتش توصل لها حاجة لان كاري اللي هي المتهمة مختفية اصلا بالنسبة ليز فبتاخب بعضها وبتمشي من مدينة دي خالص حتى ما يريدش الديف عن مكانها جديد عشان تضمن يعني ان كاري مش هتلاحقها وتيزيها تاني اما ديف فقرر يمشي من مدينة دي هو كمان حتى غير رقم تليفوله عشان يرم المواد البشع ده ولا ده ولكن كان الان برضو ليه بقى لان كده كده كاري لسا حرطاليق طوالوقت بترابه واكيد هتعرف مكان ولكن ده ما حصلش صديقي لمدة سنة يعني ايوة الدنيا هيدت ورسالة التهدير بتاع الكاري كمان وقفت وبرغم الانحوار انتهى الى ان بيجي محاقق جديد اسمه جيم فتح ملف في القضية من تاني لانها ما تحلتش بحد دلوقتي يا صاحبي وبسبب التعقيدات وعدم وجود قدلة ان كاري اللي تعمل كده اصلا كان صعبت جدا ان القضية تتحل عشان كده جيم لجأ لزميله الراين عشان يشتغلوا على القضية مع بعض اول حاجة عملها جيم هي انه راح لنانسي والد الكاري وسألها شوية اسئلة وقال لها اخر مرة شفت كاري كان امتى قلت له من سنتين تقريبا يوم 11 نوفمبر بالزبط يوم 11 نوفمبر زت 2012 مش فاكرة اول وبعدها بعدت لرسالة مليميل بتاعها وقال لنجا لشغل فولات تانية بمرتب كبير واسافر عشان استثمر الوظيفة وبعدها انقطعت اخبارها تماما ومبايتش عارف عنها اي حاجة طبعا جيم سجل الاقوال دي زائد انه بدأ يقرأ تفاصيل قضية تاني واتضع ان الانسيف اقوالها السابقة قالت ان الكاري عندها اضطرابات نفسية واكتئب شريك جدا وكانت بتاخد ادوية نفسية بشكل ممتازم عشان تحافظ على سلامها النفسي المعلومة دي خلي الجيم يقتنع ان الكاري متهمة لانها مش سوية نفسيا وجايز يعني وقت المطاردة تكون انتنعت عن جرعة العلاق بتاعتها وحالتها تضهورت مثلا على الجنب التاني بنشوف ديف مستقر في حياته الجديدة لكن مشكلة الوحيدة هي الوحدة فبالتالي لجأ لمواقع التعارف من تاني والمرة دي لقى ست جديدة لانج وموافقة على شروط اللي بيحطها دايما في كل علاقاته وكالعادة ديف نزل يقابلها في كافي كده فاضل مستنوات طويل والست مجاتش وقتها جات له رسالة من الست دي وقيت له انا كاري وبكده رجع الشبح كاري يطور الديف من تاني بس كده المرة دي بدأت تلاحي امي طليطه وتهددها انها تقتله هي واولادها لو ما بيعددش عن ديف بنشوف اللعبة راب كله تحركاته بالنسبة لديف فحاسن الموضوع بدأ يمس اولاده عشان يدافع عنهم راح اشترى مسدس وحطه في الدلاب بتاعه احتياط كده نرجع تاني الجيم وراين وباللاحظة انهم بدأ ويربطوا الخيوب ببعض وجماعوا الصور اللي شروطة صورتها من بيت كاري بعد اختفاها مباشرة واضح ان كل المتعلقاتها مؤجودة في البيت يعني لو فعلا انها سفرت تشتغل في مدينة تانية زي ما قالت لهمها كانت على اقل على اقل خلص دمها وده بيوضح ان في اللغزة في الموضوع وتقريبا كده كاري ميتها وان اللي كان بيطارت ديف وليز حد تاني غيرها وتقريبا ده بقى القاتل اللي قتلها اصلا بدأت الراضية تاخد منحالة التانية خالص يا صديق بعد ما قلنا بنقول كاري مجريمة ومارضة نفسية كل حاجة تغيرت ولا دي لاب تثبت ان كاري مجنع عليه عموما يعني هنفهم كل حاجة بس واحدة واحدة ومن جيم بقى فكر كويس ولا لحل اللي هيحل بيه القضية حل يا صديقي انهم لازم يعرضوا الرسائل اللي كانت بتوصل لديف وليز ونانسي على مباحث الانترنت عشان يحددوا اللوكيشن او الموقع اللي كان بيبيعت منه الرسائل بتاعت التهديد دي سنعان كده رايان وجيم اللي جاولي زمي لهم توني مما بحث الانترنت طالبوا منه يشتغلوا القضية دي وبعد فحص استمروا الايام توني اخيرا لا اكتر مكان كان بيبيعت من الانترنت بتاعه الرسائل دي هو بيد في ممطقة اسمع وطالح ان البيت ده بيملوك واحد اسمه تود زميل توني في الشغل اصلا طبعا الشباب شكوا في تود يكون هو الورا كل اللي جاول ده ولكن ما وجهوش لي اي اتهم الا لما سألوا الاول اذا كان في حد عايش معاه في البيت ولا لأ فالتود قال لهم ايوه حبيبتي عايش معاي وقال احنا كنا بنفصل وبنرجع من الوقت الالتاني ولكن من الوقت ما بيتها تحرق عاشت معاي بصفة مستمر وما سألوا على اسمها قال لهم اسمها ليزا قبا بكده يا صديقي اتضع ان ليزا انتحرت شخصية كاري بعد اختفاقها وان كل الجاسي اللي كانت بتوصل لديف وليزا ونانسي كانت ليزا هي اللي بتبعطها اصلا حتى الحريق اللي حاصر في بيتها وتكسير اللي زاز اللي كان في بيت ديف كل ده ليزا هي اللي عملته ولكن يبقى السؤال هي كاري راحت فينا صاحبي هن ليزا اتلتها مثلا او حبسها في مكان ما هو يعرف دلوقتي كل حاجة الاكيد ان المحاجقين ما ننسيش النقطة دي وبدأ يراجع كل الادلة والتحقيقات اللي من اول اضيق لحد لما وصل للطرف في خيط مهم جدا جدا وهو انه لقى بصمة ايدليز على قلبة نعناع جوه عربي وبكده الشك بدأ يبقى يقين ان ليزا عملت كل حاجة في كاري لكن المحاجقين ليست قادرين يوجيه لها اي اتهم حاليا لان كاري اصلا ليست موجودة ولا حتى جثتها فبادلوا تتبعوا خطوات ليزا وضعوا جهاز تعقف في عربيتها لكي يراجعوا تحركتها والاسف لوها تلف حوالين بيت ايمي طريق ديف بشكل يومي وتقريبا عاوزت تخلص منها كما خلصت من كاري قلت هذا عشان ايه عشان غيرتها على ديف اللي ليست حطيتها في دماغه اصلا وبالنسبة لديف فما عارف ان ليزا مشتبه فيها قرر يطلع المسدس مدلاب عشان ياخذ وضع الاستعداد ولكن يا صديقة ما فتح العلبة ملقاش المسدس وغالبا ليزا هي اللي سرعته بعدها تنس مع صدر بهر وليزا اتصلت بالشرطة وبلغت ان فيها حد ضرب عليها نار وتصابت في رجلها كمان واثناء التحقيق ليزا تعمت ايمي ان هي اللي حاولت تقتلع عشان بتغير على ديف منها وكمان تهمتها ان هي السبب في اختفاء كاري وجايز تكونها تلتها كما طبعا جيم وراين كانوا فاهميني ان ليز بتحول ترمي التهم على ايمي وفاهميني ان هي اللي سرعت مصدس ديف وكمان ضربت نفسها بي عشان تلبس التهم ل ايمي وبرغم معرفتهم بخطتها الخبيثة دي الى انهم سيسوها في الكلام كده وعمل نفسهم مسدينها واتمنوا انها تبعت لنفسها رسائل تهدير على اساس ان ايمي اللي بعتها قبل فعلها صديقي هو غالو حصر ليز بدأت تبعت لنفسها رسائل تهديد من حساب وعمي باسم ايمي على الجانب التاني بيكون توني متابع الرسائل دي بتتبعت من ايم بالزبط واتضح انها بتتبعت من العلوان اللي ساكنها فيه لليز فعله وقتها عشان يوقعوا ليزا في الفخ رايين يكلم ديف وقال الوضع حاليا مش احسن حاجة وجايز اولادك يتضرروا ايه رايك تروح تعيش مع ايمي والاولاد عشان تخذ بالك منهم ديف قال له كلامك صاحباش واخد بعضه وراح على بيت ايمي طبعا رايين عمل كده عشان يشوف رد فاعل ليز ايه بعد ما ديف راح بيت ايمي وبالفعل الليز الجنينة تم عارفة الخبر وسريعا كده اتصلت بجيم وايه منهارة وقالت له انتو ازاي سايبين ايمي حرة طليقة وما بطوش عليها ازاي تبقى ضرباني بالنار واتسببت في اختفاء كاري وسايبين ايكاد تهيش حياتها مع ديف جيم قال لها قال لها وهو ما فيش دليل ايدانة ضده وهو وعدك عما تعترف هقبض عليها من عني يا حاضر انا مقدرش اقول لك لأ حاجة ليز انتي وبعد ما قفل معها ليزا بدأت تصرف بعشوائية وجنون وبقت تبعت له مسائل كتير على الاساس انها تهديد من ايمي في محاولة منهم انهم يبضوا عليها حتى في رسائل منها في اعتراف من ايمي انها قتل الكاري وطعنتها جوة عربية بتاعتها وبعد انسحبتها بر العربية وغطتها بشمع ودفلتها واللي ليزا مش فاهمها ان الشرطة عارفة ان هي المجرمة وكده هي بتسلم نفسها وبتحكي تفاصيل الجريمة اللي عملتها المهم بعد ما اخدوا منها كل المحلوات دي طب الشرعي بدأ يفحص عربية كاري من تالي واكتشفوا اثار الدم موجودة على سفنجة الكرسي الامامي كده يا صديقي اهنا تأكدنا ان الكاري اتقتلت واللي اتقتلتها هي ليزا وبعد الاسباتات دي كلها الشرطة عبضت على ليزا واسناء التحقيق ليزا انقرت كل حاجة وبما ان ما فيش جسة الكاري فالموضوع كان معقد حبيتين لان الدليل ده نفسه مش موجود فازاي هنديني المجر وقتها عرين وجيم وانتوني يفضلوا يبحثوا في موبايل ليزا وايميلاتها يمكن انوصلوا لحاجة وانما جابوا اخرهم سألوا ديف اذا كان في جهاز استخدموا ايام الحادسة ولا لا قالوا معندي تابلت كنت بيستخدموا وقتها وبالفعل جابلوهم التابلت ولكن كان متهالك جدا ومش بيتفتح بس لو جوا كارت ممور كده فاخدوا عشان يفحصوه والغريبة انهم لقوا عليه صور كتير جدا ليزا اكتر من الف صورة تقريبا واتضح ان الكارت ده اصلا يخص ليز ومن ضمن الصور راين شاف صورة غريبة جدا من هي شبه يعني رجلي انسان ولكن كانت منتفخة وعروقها برزة جدا وكانها متعفنة والحقيقة راين توقع ان دي رجل كاري لقى واشبر فريق ده ولا لأ كانت لهم اه كانت عاملة واشبر يعني صديقي بقى في دليل ده انا واضح يعني لقى حاجة من جزء كاري على كارت الممور بتاع ليزا وده يثبت ان ليزا هي اللي قتلتها وبعد اما الشبب كده جمعه كل دلال الدين الحجة ليزا بنشوف ليزا في المحكمة عشان تاخد حق جزائي الجريمة اللي ارتكبتها وبالفعل اللي قضي نظر في القضية وحاكم على ليزا حكم ومؤبد ويسجل المادة الحقيقة اما انسي فبتكون حزينة جدا على بنتها اللي ماتت بالطريقة الباشعة دي ولكن جيموران ما تخلوش عنها وفضلوا يزوروها من الوقت للتاني تقنوهم ولادها بالزبط الحد هنا تنتهي حدث الفيلم ولكن الفيديو لسه مخلص يلا نخش على جزء المراجعة مبدأيا كده الفيلم ده ده 8 من 10 حرفيا انا ده 8 من 10 مستريح فيلم جامل جدا 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 بالنسبة للقصة تقدمت بشكل خرافل قصة حقيقية تقدمت بشكل يعني بص عايز اقولك طول الفيلم عايز اعرف ايه اللي هيحصل اللي هو الفيلم كان محافظ على رتم الغبوب بتاعه بطريقة مش ممل يعني انت مستني وبتشوف تتعرف على حاجات اكتر كل لقطة بتشوف حاجات تقولك يعني تليه نفسك بتسأل اسئلة تانية لحد في الاخر تتصدم من التوسطية بتاعت الفيلم فيلم وثائقي حجبني جدا 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 نيتفليكس الصراحة الحاجة الوحيدة اللي بتاعف تعملها الافلام الوثائقية بتعمل افلام وثائقية جميلة جدا جدا فيلم يوخد تماما عشرة وقامش فيلم رعب جامد جدا ولكن يخليك عاب نتوتر كده وقامش عصابك طول الفيلم والصدمة اللي في الفيلم الصراحة عجبتني جدا جدا التمثيل كويس طريقة سرد القصة وطريقة عرض الاحداث وطريقة التصوير كل حاجة يعني برفيت فكفيلم عجبني جدا 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 عايزك تقول يا رأيك تحت في التعليقات ما ننسيش يا صديقي طول ما انت وراء الله ربنا وبتعمل خير كلها بقى تمام ولكن انت ما صلتش اي فرض من فرود رأينا من عرضه ولا لك تاني ام صلت دلوقتي لان الصلاة ام حاجة في الدنيا شكو في فيديو الجاي مع فيلم جديد او فيديو جديد مش رطي بقى فيلم ممكن يبقى فيلمين في فيديو واحد يلا سلام